إلى القدس العربي بعد المسيرات الإسرائيلية المغرب يحصل على طائرات مسيرة صينية من الجيل الثاني المتطور حصل المغرب على طائرات مسيرة صينية وينج لونج تو في سبيل تعزيز ترساناتها الدفاعية بحسب ما نقلت مواقع إخبارية وكانت المجلة المختصة في الشؤون العسكرية قد أكدت مؤخرا هذا النبأ مفيدة بأن المغرب حصل على عدد غير معروف من المسيرات القتالية الصينية في الشركات الموردة الصينية المتطورة تتوفر بها قدرات حديثة لا سيما من حيث المناورة والقتال الهجومي على ارتفاعات منخفضة تمتلك هذه الطائرات المسيرة خاصية تقنية هجومية متميزة من خلال قدرتها على حمل صواريخ يصل عددها إلى 12 صاروخا في حين يمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 370 كيلو مترا في الساعة هذه الطائرات المسيرة الصينية التي اقتنتها المغرب قد تعد من الفئة الدرونات ذات الارتفاع المتوسط والمدى الطويل وهي مزودة بمحرك توربيني وبإمكانها أن تطير لمدة 20 ساعة بسرعتها القصوى 370 كيلو متر في الساعة وفي المغرب حصل أيضا على طائرات مسيرة استخباراتية من صنع إسرائيلي وبحسب معلومات هذه المجلة المختصة في الشؤون العسكرية زودت إسرائيل المملكة ب150 طائرة مسيرة على الأقل اشتركوا في القناة